بسم الله الرحمن الرحيم طلب السنوية العامة اهلا وسهلا بكم ان شاء الله هنحل معكم النقطة اول قطعة بلاغية لنا وهي قطعة السودان لسنة الفين وسبعتاشر والقطعة دي كانت سهلة وبسيطة القطعة البلاغية بيبقى لها ستة درجات وبتجيلك على هيئة تلات اسئلة او او على حاسب يعني من مستشاب بيبقى عايز اه كام سؤال بس غالبا تلاتة او بعض يعني هنشوف السؤال او القطعة البلاغية اللي جاينا السنة دي في السودان كان مستوها سهل يعني وكلماتها واضحة ما فيهاش تعايد والاسئلة اللي عليها برضو سهل نبتدي القطعة على بركة الله ويطقق القطعة مارتين انا هرقاها معكم بس ما الواحدة لانها هبتدى شرح فانت هتقرها لنفسك مارا والتانية وباكرة تشرح لنفسك القطعة بتقول هنا الشمس تغزل صوب الضياء هنا الارض تحوي كنوز الرخاء هنا نهضة تتحدى الفناء هنا علم شامخ الجبعياء يقول هنا مصر ام البقاء هنا الشمس هنا دية يقصد بقى مصر هو اقل لك في اول القطعة اصلا قال الشائع عمص يعني ما بتكلم عمص هنا الشمس يعني الشمس في مصر تغزل صوب الضياء تغزل دية اللي هي جاية من الغزل والنسيل لو انتم تسمعها المصانة يعني الغزل والنسيل للغزل دا انك بتصنع من الصوف او الاطن خيوطا وبتدي باعكات تعملها ملابس فهو انا بقول لك تغزلوا صوب الضياء الضياء دا اللي هو وضوء الشمس بتغزل صوب الضياء يعني لكن الأشعة الشمسية أو ضوء الشمس في مصر الشمس هي اللي بتغزيله أو هي اللي بتصنعه مخصوصا لها يعني مخصوص لمصر الشرطة اللي بعد بابقول لك هنا الأرض تحوي كنوز الرخاء يعني أرض مصر مليئة بالكنوز والخيرات تحوي كنوز الرخاء هنا نهضة تتحدى الفناء أي على أرض مصر نهضة مستمرة دائمة بتتحدى الفناء والانتهاء فهي باقرية دائما هنا علم شامخ القبيع أي أن علم مصر يقف على أرضها في عزة نفس شامخا لا ينحني لأحد أبدا هنا مصر يقوله بقى من اللي بيقول العلم نفسه يقوله هنا مصر أمة البطاء من اللي بيقول العلم نفسه بيقوله هنا مصر أمة البطاء أي أن مصر باقرية مستمرة إلى يوم الدين لن ينال منها عدم ده تفسير الأبياد نيجي بقى لأسئلة اللي عندنا أول سؤال بيقولك وجاءت العاطفة المسيطرة على الشاعر عاطفة كذب شاملة تتحدى الانتهاء وعلامها وقفا شامخا وقفا شامخا يقول في فخر وابتهاء أن أرض مصر باقرية إلى يوم الدين وسيطرت على الشاعر عاطفة الفخر والاعتزاز بوطني في أسرة التأثير المطلوب في نفس القارئ والمستمع ده الإجابة اللي احنا هنقولها بالنسبة لسؤال التجربة الشاعرية نيجي التاني سؤال معانا بيقولك وضح نوع الخيال الخيال ده جماعة اللي هو يأما استعاه يأما جناية يأما تشبيه يأما مجالس وضح نوع الخيال في كنوز الرخاء مبينة سر جماله كنوز الرخاء باينة جدا إن هي تشبيه بشبه الرخاء بكنوز تشبيها بليغا ليه بقى تشبيه بليغ كبت المشبه والمشبه به وحزفت وجه الشبه وأداة التشبيه ما قلت لك شيء محمد كالأسد في الشجاعة محمد ده المشبه كا دية أداة التشبيه الأسد ده المشبه به في الشجاعة دية وره الشبه أنا هنا حزفت وره الشبه وحزفت أداة التشبيه وجبت لك المشبه والمشبه به بس يبقى ده تشبيه بليغ كنوز الرخاء تشبيه الرخاء بكنوز سر جماله أنا دلوقتي بقولك تشبيه الرخاء بكنوز بشبه إيه بإيه بقولك كنوز الرخاء تشبيه الرخاء بكنوز أولا الرخاء ده شيء معنوي يعني إيش شيء معنوي وهو واحده معنوية. هي المشاعر مثلاً. ما قدرجوك المشاعر مثلاً هدف الممسك abrasع بشبه معنوه بيبقى بشئ مادي يعني ناقضى همسكهي. بقولك كنوز اقضى همسك كنز ممكن واحد قتال كنز فلوس يمكن ان ا temat يمكنك еще الفلوس. ممكن ارى اقول كنز له يعني ايه? يعني Yeah. Yang يعني هو كلمة في اللغة اسمها كنز بس انا ما قدرجوك الممبي اسمها كنز يعني ما فيش حاجة في الورع كده اسمها كنز الفلوس إنها ما بقدرش أمسك الكنزي نفسه فهي تنفع تشبيه بشبه يعني حاجة معنوية اللي هي خاء بحاجة مادية اللي هي التونوس لأنا بفترض إنها شبهت حاجة معنوية ما أداشت همسكها اللي هي خاء بحاجة مادية أقدرم سكها اللي هي التونوس فده يبقى سر جمال التشبيه التكسيم طيب واحد قالك انا بغضو مش اقضى امسك الكنوز دي يبانا دلوقتي بشبه حرثين مقداش امسكهم يعني حرثين مديتين يبقى غاضو التوضيح فانت اللي تننصح فانت هتقول ايه تشبيه بليغ حيث شبه رخاء بالكنوز وسر جماله التكسيم والتوضيح وهو يوحي بالرصة الخائرات على ادمس بعد ما تقول برضو سر الجمال تقول يوحي ايه يعني تقوله الايحاء بالكلمة الفنية هو ما بيطلبهاش بس انت اقوله يعني هيقولك بيرن سر جماله ممكن نزودلك وبيرن كلمته الفنية فانت فكرة الحالات تكتبع من غير ما يطلبه حتى يبقى ده تشبيه بليغ حيث شبه رخاء بالكنوز سر جماله التكسيم والتوضيح وهو يوحي بالكسرة خائرات مصر وضح دلالة استخدام الشاعر اسلوب الخبعي هو الاسلوب الخبعي جماعة الدلالة يعني ليه انا باستخدمه او افاد ايه استخدام الاسلوب الخبعي غالبا يعني بيبقى حسب المعنى انا قلنا غالبا بيبقى حسب المعنى بس في الغالب كل القطع اللي هيتقابلك هيكون غاد الاسلوب الخبعي التقرير والوصف وان ما يقوله الشاعر حقائق ليس بها مجال الشك يبقى غاد من الاسلوب الخبعي التقرير والوصف وان ما يقوله الشاعر حقائق سبتة لمجال الشك به او فيها. يبقى هنا اوضح ثلاثة استخدام الاسلوب الخبعي في الابيات. هنقول الغرض منه التقرير والوصف وان كل مقال الشعر حقائق سابتة ليس بها مجالا للشعر. احنا درورة تقولنا دلالة استخدام الشعر الاسلوب الخبعي في الاصل والسابق. تقرار كلمة هنا. ليه عمال يقول هنا الشمس وهنا الارض هنا نهضة هنا على من. التقرير بيفيد ايه? بيفيد التأكيد. يبقى هنا تقرير كلمة هنا للتأكيد على عظم مصر وعلى الفخر به. يبقى ليه الشعر يقرير كلمة هنا هنا الشمس وهنا الارض وهنا نهضة للتأكيد على عظم مصر وللتأكيد على فخر به. دي كان القطعة البلاغة اللي جات في امتحان السودان لسنة الفين وسبعتاشر. والقطعة زي ما انتم شايفين يعني ما فيهاش اي صعوبة. تلات اسئلة سهلين. انت تصيح لنفسك القطعة تقدع تلواب على اي سؤال هو بيطلبه منه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واللي حسس ان فيه مشكلة لسه مع حل القطعة الباقية مستواتك هيبقى كويس. واحنا نقول القطعة كده هنقول جزئية مسلا تشبيه نوع ايه? مسلا الغاد او سير جمالي من التشبيه ايه? فالحاجات دي هتب مع قطعة الحل ان شاء الله هنكتشافها. والسلام عليكم ورحمة الله وباكاته.